السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة دائماً لهم شنال جزباً إن شاء الله سكونوا بخير والأخير سكونوا فرحانين، سكونوا ناشطين، سكونوا أمور دي لكم زينا وفتمام عن جميع السيدات، عن جميع الحبيبات المتسبعات الوفيات وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة بخصوص التخصيص بدون مشروبات، بدون وصفة للأكل فقط وصفة عبارة عن علاج موضعي أو وصفة للاستخدام الخارجي أي وصفة عبارة عن دهن للتخلص من الضهون المتراكمة في منطقة البطن وفي منطقة الأرداف أو أي منطقة أخرى فيها وزن زائد أو دهون متراكمة إنتمنى أن وصفة اليوم تنال الردة دي لكم، تنال إعجاب دي لكم وأهم حاجة عندي هو تجربوا لغسات في القريب العاجل ترجعون نفس الفيديو، تكسبوا لي في كومنتار كيف يفجزكم بعدما جربتها أنا أكيد فانتظر دوك تعليقات زوينين لك يزيدوا يفرحوني ويشجعوني على المزيد من الأشياء الإيجابية إن شاء الله فكما كتلاحظوا أمامكم الآن عدنا مكوين تنعنا قد نستخدموه في وصفة عبارة عن علاج موضعي، وصفة الي غادي تعجبكم ووصفة الي غادي تستفدوا منها بزف 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 فانتمنى أنكم تشاركوها معهم وتصوبوها لهم إن شاء الله فقبل ما مشون تعرفوا على مكونات لغسات نبي نقول لكم مرحبا بكم غزالات ديالي شون تتسنوي لك أنتو أول مرة كتشاهدوني فاشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس، خليوا لنا تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم والبيك لايك ضروري منها حاولوا توصلوا هات الفيديو لعدد كبير كبير بزف من لايكات خليوا لناس استفسارات ديالكم الأسئلة ديالكم وكل ما يتعلق بكم لبنات في الكومونتاغ، ومرحبا بكم كاملين وكاملات وبسم الله على بركة الله مشو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة والطريقة ديال تحضير دياله والاستخدام والاستعمال وأنا أعطيكم التفاصيل إن شاء الله كاملة مكمولة فكما قلنا ستحتاج معايا النعناع وغتخدي لي غير وريقات النعناع يعني ما ستخديش النعناع بالعود دياله غير هاد الوريقات هادو غير هاد الوريقات كتطحني هم هكدا في الخلط الكهربائي كيصبحوا بهذا الشكل هذا أنا غنوريكم فأناي هنا ياخديت بعض الورقات ديال النعناع وطحنتهم مزيان في الخلط وصبحوا لي بهذا الشكل هادي يعني كتنيلهم وطحنهم مزيان على حقهم وطرقهم يعني النعناع المفروم أو المطحون بالنسبة المكونات الأخرى غتحتاجي معايا إن شاء الله معايا القديل القهوة خصوصا الناس اللي كتعاني من دك تشقوقات دك الخطوط دك الخطوط سواء البيضة ولا الحمراء أنا شخصيا عاني اسم الخطوط الحمراء بعد الولادة ديالي الإبنة ديالي وحتى فترة الحم تعرضت لهذا الخطوط هادو ولكن الحمد لله باستخدامي لهذا الوصفة وعدة وصفات أخرى نشحو معايا يعني ودائما كان نرتب لمنطقة ديال البطن سواء فترة الحمل أو بعد فترة الحمل ضروري من الترتيب وباش هكذا ما تعرضوش للخطوط البيضاء أو الحمراء فده بغا نحتاج إن شاء الله كيما قلنا القهوة سريعة الدوابان سوف نحتاج إن شاء الله الكامون البلدي هناك الكامون البلدي سوف تحتاج معايا إن شاء الله إلى زنجبيل أو السكينجبير هنا عندي بودر انتي ممكن تخديه طازج إلى عندك طازج يعني تخدي كمية منه وتنقيها مزيان وتبشرها وتحكيها ومبعد تستخدمها أنا غنوريكم الشكل ديال زنجبيل هكذا يطازج خضوه البلدي ديما ماشي ذا كرومي وغا تحتاج معايا إن شاء الله للدارسين أو القرفة القرفة عندي بودر حتى هي البلدي ماشي الرومية وغادي تحتاج معايا إن شاء الله لأي كريم توفر عندك في البيت هنا عندي هاد الكريم هذا دي ما كنشاركو معاكم هاد البوطن اللي راح كملت لي هانتو ما يعني كنستخدمه بشكل كبير 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 بزاف تمان دياله مناسب قتلقاه في المحلات عفوا مشي في المحلات وإنما عند ناس مختصين في بيع مواد التجميل عندهم هاد اللي مارك هادو راح فيش اللي نكهات فيه الحاماض الورد الافوكادو وفيه الناتوري يعني الطبيعي بدون نكهات فهو صراحة متعدد النكهات ومتعدد الاستخدامات فانا صراحة كتقادة لي علبة وكان مشي نجيب علبة وحدة أخرى لانه الفوائد ديالهم لا تعد ولا تحصوا زويني زويني بزاف من شاء الله انعمل معكم انا هاد العلبة هادي فبسم الله على بركة الله غندوزو دبل طريقة التحضير فكتاخدي معايا واحد الاناء وكتاخدي معايا الاناء المفرون يعني المطحون وغادي تاخدي معايا الاناء المعلقة لهاد الكريم هذا لنسبه للحامض انا نضيف الكريم مع المطحون نضيف السكينج بير نضيف الكامون نضيف الكهوة نضيف الكهوة نضيف الكهوة نضيف الكهوة نضيف الدارسين أو القرفة و هذه الوصفة جاهزة للإستخدام نكهة النعناع و نكهة الحمد تتعالج حتى التراهولات و الخطوط البيضاء حتى الناس في فترة الحمل تتعرض ولدك تشققات خصوصا بشكل كبير و حتى البطن يخرج فهذا الوصفة نتمنى يستخدمها سيدة سواء لفترة الحمل أو لحتل بعد فترة الحمل يعني مني تتكمل فترة الولادة فأكد تعرض لدك التشققات فنتمنى تستخدمها و تطبقها و إن شاء الله ما غد يكون غير الخير لا يسهل على كل إمرأة و كل سيدة إن شاء الله فهي كما قلنا لتخصيص أو لنقصان الوزن و حتى لعلاج التشققات و لشد بشرة الجسم أو أي منطقة موجودة في الجسم بعد مدى بوجدات سنطبقها معكم على اليد ديالي فبسم الله غير باش تشوفوا الشكل ديالها لاحظوا مع يدك الحبيبة ديال القهوك يدوب لينا فما يبقى نهائياً نعم فعندما لبنات بعد ان طبقتها بسمنى يكون كباليكم جيد لقد أضيفه لهم أي كريم سواء بأي نكاة يجب أن يجرب هذه الوصفة بخصوص التخصيص تطبقوها و تلففو عليها البلاستيك الغذائي او النيلون او السلوفان الناس اللي معدومش النيلون اخودي البلاستيك اقطعيها كده على جوج و الفيها لك على البطن او الاعلاقية منطقة اخرى وخلي لي هاد الوصفة على الجسم ديالك او البطن ديالك وساعة ساعتين ممكن تستخدمها في صباح ومتحيدة حتى الليل من الاحسن والناس اللي عندهم الكرش خارجة 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 بزاف فمن الحسن تستخدمي او لاقظة السمطة الكرش من بعد ما تطبقي هاد الوصفة استخدمي السمطة الكرش سوف تجيب نتيجة رائعة ولكن初 Triple est experience يعني ان بعض الناس سيقولوا اللي عليها السمطة عملناها مثلا مرة في سعر او مرة او لجوسم الرات في السعر و ما كيف نتجه ثابت ما تكونش نتيجة البنات لها او الناس اللي عندهم لاغان في البيت ديالهم وبغين يستخدموها فدوموا عليها منيت في قمت وما كديروا حتى العشية وحاولوا تحركوا شوية باش هكذا تعرقوا وبالتالي يمشوا منكم دوك الدهون المتراكمة فانتمنى هاد الوصفة تعجبكم كيما قلت لكم ضروري من البلاستيك الغدائي ولا اي بلاستيك عندكم باش هكذا تعرقوا المنطقة ليمزيان ومن بعد ان شاء الله غادي يجيب الله الشفاء غير جربوها على ضمانتي شكرا لكم غزيلا سيديالي على حسن زي سبعوكم لهذا الفيديو ولا جميع الفيديو الموجودة في القناة متنسونيش من الدعوات اللايكات الاشتراك في القناة تفعلكم نزل الجرس شوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وسلام عليكم